اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان اهلا بكم اعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاطنا لأول مرة بنقول الجميع اسعد الله دائما منامكم الفراشة من الرؤية الجميلة في المنام ان اي حد يشوفها والنهاردة لقاءنا هيكون عن رؤية الفراشة للنساء وهنبدأ مع بعض كده برؤية الفتاة العزباء للفراشة وان شافت رؤية في المنام ان في فراشة بقى دخلت غرفتها وكان لون الفراشة ابيض فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب الزواج من شخص في الواقع هيكون متدين وعلى اخلاق اما بقى ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان الفراشة اللي دخلت غرفتها كان لونها ازرق فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب زواجها من رجل ميسور الحال ماديا ونقول كمان ان الفتاة العزباء وان شافت ان الفراشة اللي دخلت غرفتها كان لونها اخضر فالرؤية دي دلالة قرب الزواج وان شاء الله سبحانه وتعالى بعد الزواج هترزق من زوجها باطفال وزرية كتير اما بقى ان الفتاة العزباء اللي بتحب شخص معين في الواقع وهو كمان بيحبها وشافت رؤية في المنام ان في فراشة وكان لونها احمر دخلت غرفتها فالرؤية دي دلالة ليها ان شاء الله سبحانه وتعالى على قرب زواجها من الشخص اللي هي بتحبه في الواقع ونقول كمان برضو ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان دخل غرفتها فراشة وكانت الفراشة دي ملونة بالوان كتيرة فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على قرب زواجها من شخص يتمتع بصفات كتير جدا كويسة يعني هيكون على دين وعلى خلقه كمان ميسور ماديا وان هي هتبقى سعيدة معها في حياتها الزوجية على طول وبالتالي اقدر اقول كده ان كان في حد متقدم للفتاة العزباء للزواج منها وهي صلت صلاة استخارة وشافت الرؤية دي فالرؤية دي ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليها وكمان اشارة وبشارة ليها بان هي التوكل على الله سبحانه وتعالى وتوافق على العريز ده وجميع حالات الرؤى الفراشة للعزباء دي اللي بتدل على قرب زواجها بتكون كمان دلالة ليها على انها ان شاء الله سبحانه وتعالى هتعيش مع زوجها حياة سعيدة ومستقرة هتشعر فيها بالامن والاستقرار معه والله سبحانه وتعالى قدره اعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وهنقول كده بقى في ناس في الواقع بتحب تربي دود الأز ودود الأز في الواقع بيشرنا وبيبقى فراش ونبدأ بقى نتكلم هنا عن المرأة المتزوجة بعد ما تكلمنا عن الفتاه العزباء وهنقول ان المرأة المتزوجة اللي مفيش لسه عندها في حياتها أطفال وبتتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الحمل والإنجاب وشافت رؤية في المنام ان زوجها بيعطي لها هدية علبة فيها دود الأز وهي فتحتها وبدل ما تلاقي فيها دود الأز لقيت ان الدود أصبح فراش في الرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة لها وكمان بشرة لها بقرب الحمل ونقول كمان برضو ان المرأة المتزوجة اللي فيه بينها وبين زوجها شوية مشاكل في الواقع وشافت رؤية في المنام ان هي في غرفة وزوجها في غرفة تانية داخل المنزل وان في فراشة بقى عملت طير من غرفتها لغرفة زوجها رايح جاي كده فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة لها على قرب تحسن العلاقات بينها وبين زوجها وعودة الحياة بينهم تاني جميلة ومستقرة ولسه برضو بنتكلم عن المرأة المتزوجة ونوبع عن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إنه في فراشة في منزلها وكانت الفراشة دي متعددة الألوان يعني ألوانها كتير فالرؤية دي هتكون دلالة لها على تحسن الأوضاع المالية لزوجها في الواقع تحسن كبير جدا جدا واللي هيكون السبب في تحسن أحوال الأسرة بأكملها إلى الأفضل والأحسن من جميع الأمور من حيث بقى المعيشة والصحة والاستمتاع بالحياة والله سبحانه وتعالى قدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وهننتقل بقى كده من رؤية الفراشة للمرأة المتزوجة للمرأة الحامل وإن شافت فراشة في المنام هيكون تفسير الرؤية ليها إيه وهنقول بقى أن المرأة الحامل وإن شافت أن في فراشة في منزلها بالطير رايح جاي وبسرعة فالرؤية هنا دلالة ليها على اقتراب معاد الولادة أما أن المرأة الحامل وإن شافت الفراشة بالطير وكأنها بتلعب وبتله داخل الرؤية فكده هنا الرؤية دي هتكون دلالة ليها على أنها إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون الولادة ليها سهلة ويسيرة أما أن المرأة الحامل وإن شافت رؤية في المنام أن هناك فراشة بالطير وكان ألوانها كتير فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على أنه إن شاء الله سبحانه وتعالى المولود هيكون أنثى كما قدر الله سبحانه وتعالى واما ان المرأة الحامل بقى ان شافت رؤية في المنام من الفراشة في رؤيتها دي كان لونها لون واحد بس فالرؤية هنا هتكون دلالة لها ان المولود هيكون ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى طيب بقى هنخلي بالنا كده من الرؤية دي وهالرؤية دي هتكون للمرأة الحامل اللي حامل في توقم وهنقول بقى ان كانت المرأة الحامل في توقم وشافت رؤية في المنام فراشتين واللي اتنين من نوع واحد ولون واحد فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على ان التوقم هيكونوا شكل بعض وكمان هيكونوا ذكور كما قدر الله سبحانه وتعالى اما بقى ان كانوا الفراشتين نوع واحد والوان ونفس الالوان فالرؤية هنا هتكون دلالة لها ان التوقم هيكونوا بنات وبرضو شكل بعض كما قدر الله وهنقول كمان ان كان الفراشتين نوعين مختلفين ولكن لون واحد فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على ان التوقم ذكور كما قدر الله ولكن مش هيبقوا شكل بعض وان كانت الرؤية الفراشتين برضو نوعين مختلفين لكن الاتنين كانوا الوان فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على ان التوأم بنات ولكن مش شكل واحد طيب وهنقول كمان ان كان الفراشتين في المنام واحدة لون وتانية الوان ونفس النوع فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على ان التوأم هيكون ولد وبنت وهيكونوا شكل بعض في الواقع ونختلف الأنواع في الحالة دي هتكون الرؤية دي دلالة لها على أن التوأم ولد وبنت ومش شكل بعض وكله طبعا كما قدر الله والله سبحانه وتعالى قدر وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب ننتقل كده بقى من المرأة الحامل ورؤيتها للفراشة إلى المرأة المطلقة وهنقول بقى أن المرأة المطلقة وإن شافت الفراشة في المنام هنقول إن شافت رؤية في المنام بقى أن طلقها باعت لها رسالة على الموبايل صورة فراشة ولونها أحمر وهي أعجبت بيها وأرسلت لي علامة الإعجاب أو أن هي حفظتها على الموبايل بتاعها أو أن هي أرسلت لي هي كمان صورة فراشة وكان لون الفراشة برضو لونها أحمر فالرؤية دي هنا دلالة لها على أنه إن شاء الله سبحانه وتعالى هترجع تاني لطلقة وتتزوج منه لأنه هو في الواقع بيحبها وهي كمان لسه بتحبه طيب وهنقول كمان إن المرأة المطلقة وإن شافت رؤية في المنام إن كان فيه فراشة محبوسة في حود زجاج أو بنورة زجاج يعني وهي فتحت لي وفضلت تزير في المنزل فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على السعادة اللي هي هتعيش فيها بعد طلقها والشعور بالحرية بعد الطلاق وإن هي هتعيش حياة سعيدة وجميلة أكتر من أيام زواجها من طلقها ولسه مع بعض مع المرأة المطلقة وهنقول إن المرأة المطلقة وإن شافت رؤية في المنام إن هي عندها فراشة في منزلها وكانت عمالة طير وإن الفراشة تانية دخلت من الشباك لمنزلها وفضلوا الفراشتين جوه المنزل يطيروا مع بعض وبيلعبوا مع بعض فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على إنها في القريب هتتزوج من رجل تاني غير طلقها والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وننتقل كده بقى من المرأة المطلقة ورؤيتها الفراشة إلى المرأة الأرملة وإن شافت رؤية في المنام الفراشة ونقول بقى أن المرأة الأرملة اللي في الواقع عيشة في حزن بعد وفاة زوجها وإن شافت رؤية في المنام إن في فراشة دخلت من الشباك المنزل وبتير داخل المنزل فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على إن في أخبار سعيدة جاية لها فالطريقة هتخرجها من حالة الحزن اللي هي عيشة فيها وهنقول كمان إن المرأة الأرملة وإن شافت رؤية في المنام إن في فراشة طيرة في المنزل وكانت الفراشة دي هي زوجها المتوفي في الواقع داخل الرؤية طبعا فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على إن زوجها المتوفي في أحسن حال وأفضل حال عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وتمام كده اكون انتهيت النهاردة من لقاءنا بعض وهو رؤية الفراشة في المنام للنساء واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء واسعد الله دائما منامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته